اشتركوا في القناة كلها لازم تفهموها لغة القناة لازم تفتهموها يقول دافعي لفلوس مسوي فيلم شقلباني حبيبي فمسوي لطيف فيلم شقلباني ودافعي لفلوس يعني انا قلت لها الانتظار انتظار مرتك ام لي لما جدت يعد المصر ونسوينا شقلبان هي براضاتها يعني مو بالقوة براضاتها ودعتك سليمان داددحج دع تحكي لك القصة حتى مرة ثانية من تطلع تسردها تسردها حرفيا وبالوقائع مثل قناة النقانق بالحدائج يعني لازم الشغلات الدرنفيسية تصوبها في المثلث مع الانتظار فيا حبيبي يا سلوان من جنتي جنتي انتظار يمي وسوينا تشقلبان هي طلبة تسجل ليش لان كانت معجبة بالامور الدرنفيسية تقول حتى دائما تذكرك واذا تفحص اثنين او ثلاثة من ولادك والدي ان اي راح تشوف ابوهم الاصلي العبد الفقير اللي قاعد قدامك انا ما احكي اسأل انتظار زين انت وقف ولدك وشوف مني دحج عليهم شوف منه اللي يشبهني وانت قرر انا ما داجي في شي من جيبي انت حكيت ولو هذا كان سر بيني وبين انتظار بس للأسف اتصور انتظار خرفت وقلت لك هذا السر او جوز في العملية تعرف بالعملية من واحد ياخذ بنج يتكلم بامور يعني ما واعي بيها فيجوز هي بالبنج كانت تصيح لطيف وما تصيح يا ابو فاضل لان هي شاسمها درنفيسية ف ده تصيح لطيف وانت تقوله من اللطيف وما عرف شنو وانت تقوله او حبيبي كذا وشغلات درنفيسية يعني كلش بحرارة يعني فالمهم انت فضحت نفسك بنفسك انا ما حجيت انت تقول تحجي على عراب ويقول هذا بس مجرد تسقيط الي على اساس فالشخصية انت انت ما يحتاج تسقيطه لك سلوان الملطلق هو انت ساقط يعني انت ساقط يعني من البداية من الله خلقك فاسقطك على شنو يعني اكو واحد يسقط له ساقط فما ترهم فاني من قبتلها الانتظار هذا الفيلم مسحي من اللي يقع عبيد ابو ليث وبعدين يشوف البلبول غير البلبول اللي هو عنده ينقهر تعرفون الغيرة بين البلابل في مناطق معينة في الحياة تسوي حرب والحرب احنا ما نحتاجها وشوفي ها انتظار بسببك هذا بديش داشر بيضة طلع اللي مطهر روج رجلك زين وشفتي قام يخرط اليش يعني شوفي انتي انكشفتي وانتي يعني وضعيتش خربت انتظار يعني كل هذا الشقلبان اللي سوتي والامور الدرنافيسية وياه قلتلك احنا بمصر ما هو يقول احنا بشنا بمصر ايه صح ف اذا قالوا من يريدون الصدع صعدون يعني احنا ما نصعد هنا بالتيك توك لان حرام يعني انا من واحد يقول لي اصعد وياك بالي يروح بغير مكان انا بس اصعد انتظار وجنان ام الوردي اللي ويا سليمان واسماء التهابات اللي بأمريكا وقالا بت الدكتور فالمهم احنا كموالين وما نحش بالاعراض لان ما تدخن بالاعراض وانت دخلتها انت فضاحت انتظار وانت قلت لطيف مصور فيديو واني ما رد تحكي بهذا الامور لان اول شي شغلات الدرنافيسية فيانتظار شفتي شون سويت خراب عشيك زين انتي يا انتظار من قتلك انا بوكتها تعالي وحدك قلتلي انا عندي مفاجئة وياك يا حفزين وياك شنو المفاجئة قلتلي من اوصل مصر اقول لك وتعرفون انا بمصر هم عندي شقة يعني كارفان مثل هذا اللي يستاني قاعد بي قلتلي يا با المكان ما قاعدتلي اكو وحدة وياك لازم اجيبها يا حفزين جيبيها اهلا وسهلا تعرفون احنا كراد مضيف دقت الباب فتحت الباب يا با قلت اهلا حبيبتي ما دري شنو باستني سوت موطن بعدها بالباب ما اكو يا با معود ادوك في عيب اكو ناس وياك يا با ها من يا وياك قلت يا با آلاء منو قالت بيت الخليل يا خليل خليل سرنجة قلتلي يا هلا يا مرحبا تفضلي اهلا وسهلا ما عرف شنو فدخلنا انتظار يعني ما اش اسمه من الباب استلمتني موطن يا معود ادوك قلت عيب قدام الابنية ما يصير زين وهذه بعدها صغيرة ما اكو ما اكو حلفة حلفة ايمانات ما اكو ما ابد نهائيا يا با كيف سووا موطن سووا ايس كريم كيفش بس بالكم ما يروح بعيد ترى الموطن العراقية موجودة ام ليث انتظار قلت لا لازم تجي ويا للغرفة هسا قلت لي ما اقدر يعني جاي ايش فدنا محترق فاحنا دخلنا للغرفة زين هي لقيتها ربك ما خلقتني استحيت انا تعرفوني استحي يعني بهاي شغلات استحرم اشو انا ندار اشوف اهلا هم نازعة يا معودات دخل الله عيب انا رجال شبير بالعمور يعني يعني ما اقدر يعني احطكم اثنين خبط والله توكلت على عباس زين قلت يلا نطبق اثنين اثنين يعني الكرامات تجي فسحت يا ابو فاضل اغطنا يا باسم الكهربائي يا حفيد الحسين اغطنا والله الدرنافيس اشتغل يعني سوينا هاي الشغلات يعني التشقلبانية انتظار تقول لا انت اضطيت الا اكثر مني يا معودة دقو دي خاطر النبي زين يا معودة انا رجال شايف شوفي لحيتي بيضة قلت لي صح ما طينا لحيتك بيضة بس رجلك الثالثة اخت تشدم يا معودة يا رجل الثالثة ابد ماكو نهائيا فهذا الفيديو تسجل وهي في غيبوبة بقت انتظار و اه المهم زين هذي الا بعدها كانت صر مهر هشون يغطوها المهم راحت انتظار لزمة سلوان قلتلي لازم نزوج ليت وكذا معرف شنو هالكلاوات اي فلقيت لها وحدة وابوها معروف يا با منو ابو اي شسمه الدكتور خليل سرنجة راحة وحجة ومعرف شنو يعني رغم الخلافات الدرنفيسية بيناتهم المهم الزوج بس هي كانت حامل يعني للأسف يعني ابني وقع هو عبالة هو يعني الولد من عنده بس هو يعني ابني فقالت فقالت آني يعني الآلاء خابرت قالت حبيبي يعني ما اقدر شسمه اخلي هذا ابني وكذا فقمز قمز وضرب تشلاليق ضرب الدقلات وقعلت شسمه فمن وقع زين قالت آني ما اريد اعيش بيا ذول الهمج بيت سلوان الملطلط قاعد عبالك بالثورة ولا يخلون نحش والتليفون وراقبوني واني مدى اخذ حريتي وياك من انزح وشغلات تسوي كذا فقطيت هفسو مباركة عرفوني يعني مرجع قلت لها روحي شلي شوالاتي وقلبي روحي يمخلي لسرنجة ابوك وجبريهم ياخذولي بيت بالارضن حتى باشر عقبا ان شاء الله مناخذ الجواز تقولي لليوثي ارجع لابوك حتى احنا ناخذ راحتنا بكيف ناس احنا طبابين خير فالمهم راجعت الاهل وطنقرت قالت ما ارجع بعد التركية قام سلوان الملطلط اللي خطيئ جهال يشتغلون عماله وما عدهم وفلوس وخابر قحطان عدنان يقول احنا حتى فلوس عشا ما عدنا فهذا المسكين اللي حتى عش ما عند قام اشترى شقة الاهلة حبي بنت الخليل سرنجة 250 الف دينار اردني فخابرت غصبا علي ومشتغل قلت لي عفي هذا خليها شقة حتى ان شاء الله منها اخذ جواز اجي زورج لان انت سويت الاعمال الدرنافيسية اللي بمصر طعامها بحلق ليس طعامها يعني يعني شون انا من اكل الحلاوة الدهينية من تنجف يبقى الطعام بالحلق لتروح نبغير مكون يعني فالمهم في هذه الفترة سلوان طلع ويصيح تسجيلات مسربة طلعت بصوته يقول لا هذا مو صوتي انا هذا ابد مو صوتي هذا صوت اخوي عبد لنحن صوات متشابهة هي على اساس التمياد علاوي صوتك واحد ينتحل صفتك على اساس اتفقات قوات تسجيلات الصفحة زين ايه المهم فيقول لا هذا مو صوتي لك يا با هذا صوت لا مو صوتي وطلع ليحش على اخونا ابو دلف ويقول هذا شذاب وهذا معرف شنو فخليل سرنجة هو طبعا راس الحية هم اثنين هذول المحامين سليمان جدري وسلوان شسمه خليل الدرنافيسي ابو سرنجة هذول هش يسووني بحوشون فراحوا جابوا لهم واحد عفطي كان مفوض بالامن بوقتها بأيام النظام السابق أيام الرئيس صدام حسين وبعدين اتحول صار ويا منظمة بدر وبعدين معرف شنو استغلو لأن هذا كان يعرف الضباط مات الشرطة فمنظمة بدر عينوا يختال دول الشرطة فراحوا جابوا على مد يحشون على أبو دليف وقاموا ويخرطون وبصمات وما بصمات وهذه هذه إن شاء الله نسوي لحلقة ويصعد أبو دليف ونعرض صوره فهو يعني أنا شفت شكله ما شاء الله براءة الأطفال بوجهه يعني هذا إذا ما عالس فدمية أنا كل شي ما افتهم وهس بعد ما انطرد من قوات بدر أو غدر هس يشتغل للمخابرات الأردنية أنا طباب خير يعني هو طلع من يعني أنت محامي الرئيس صدام حسين خليلي سرنجة ده الدحج أبو ألاء أبو ألاء الولائي أو القصد الدليمي لانتو يعني شغلة الأبو ألاء يعني واحد أبو ألاء ولائي وأنت أبو ألاء الدرنفيسي الدليمي زين هذا قوات بدر وانت تقول محامي الرئيس ومحامي المعرف شنو زين شون يجيب لك واحد من قوات غدر وتعلمه شون وتقدمه للمخابرات الأردنية حتى يصير عميل وياك ترى شي ما يشبه شي خليلي سرنجة أنا عندي شغلات عليك إن شاء الله قريبا مسوي لك ملف ها كبرى يعني راح أدحس أنت أنت تدحج لو شغلوك على المستشفى سرح نعرف من ألاء إذا ألاء انتظار دا تنتظر بس ألاء أنت الأولوية لأن حسب الروايات اللي قالوها قالوا أبو عمر يدور كتاكيت يلا ندور كتاكيت وهالشغلات فأنت ما طول كتكوتا فأنت إليش الأولوية بالاتصال انتظار انتظري لاشن تقولي ها فضاحتنا أنا شلي شغلة أنت قتلش يمسح الفيديو يا حبيب تنتظار زين قتلش يمسح الفيديو لحد ما لزمه سلوان وقام يسوي هاي القصص ما أخذ شاني المصر وكانت سكت المهم ما يخالف انتظار انتظري فالمهم هي والله يقولون عليه يقولون اللطيف يدور كتاكيت فأنا اختاريت هذه الكلكوتو ألا أولا حتى يقولون يعني أنا أفتخر بنفسي بأن سويت جقلبان وهي بيت محامي الرئيس بعد تعرفون هذا الشون مفخرة انت مالجي شلدر نفيسك وشبح بيت محامي الرئيس يعني هذا مو إنجاز هذا مو إنجاز يعني لازم يتسجل وينكتب بماء الذهب نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق تجربة وتفعيل تفعيل